السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلي وأحبائي أبناء دائرة الكرام يقينا بالله عز وجل متوكلا عليه سبحانه جل في علاه أعلن ترشحي في انتخابات مجلس النواب 2020 عن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضمن أقسام الهرم وإكتوبر والشيخ زايد والوحاة البحرية عن المقعد الفردي عن حزب حماية وطن رقم 49 رمز الجرار الزراحي وأعاهد نفسي أمام الله ثم أمامكم بأن أمارس عملي التشريعي والرقابي والنيابي كما يجب أن يكون صالح الوطن ولخدمة أبناء دائرة الكرام وفي الختام أدعو أبناء دائرة الكرام والشعب المصري العظيم إلى ضرورة وأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 واختيار من يمثلهم ويرعى مصالحهم والله وليل توفي ورجعنا لكم تاني مشاهدين الكرام مجلس النواب مجلس النواب هو السلطة التشريعية واختصاصاته هي وضع القوانين ووضع السياسة العامة للدولة والتنمية مجلس النواب إن شاء الله بإذن الله احنا على دورة جديدة الأيام اللي جاي يوم 24 و 25 القادم هتبدأ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب على 14 محافظة من ضمنهم محافظة الجيزة هيشرفنا ويساعدنا النهاردة من يكون موجود معانا إن شاء الله مرشح الشباب أستاذ هشام محمود أحمد سليمان وشهراته هشام الهمامي مرشح الدائرة التسعة الهرم أكتوبر زايد الواحد رقم 49 رمز الجرار الزراعي أهلا وسهلا يا هشام بي أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم عامل إيه يا فندم نورتنا وشرفتنا يا فندم حضرتك احنا قبل ما نبدأ نحنا نتكلم مع بعض ونتجير الحوار النهاردة مع بعض وترد على أسئلتنا ونعرف من حضرتك البرنامج الانتخابي وماذا لديك لتقدمه للناخبين وأهالي دائرتك نحب نعرف مشاهدينا الكرام على السيرة الزاتية ونرجع لكم تاني مشاهدينا الكرام نكمل حلقتنا مع دفتنا هشام محمود أحمد سليمان وشهرته هشام الهمامي مرشح الشباب لعضوية مجلس النواب 2020 الدائرة التاسعة عن الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحدة البحرية حصل على العديد من الضورات العلمية في أغلب المجالات برنامج تنير التدريبي تحت رعاية قطاع الطلاقع بوزارة الشباب والرياضة جمع هشام الهمامي بين العمل العام والعمل الحزبي ولم يتأخر يوما عن الحراق في الشارع المصري فقد نظم زيارات إلى مستشفى 57-57 لمرضى أطفال السرطان ومستشفى بهية لعلاق سرطان الثدي ونجح في عمل بروتوكول تعاون مع المعهد التذكاري للأبحاث الرمضية بالجيزة لعمل قوافل طبية متخصصة في أمراض العيون على مستوى الجمهورية تقدم الكشف والدواء والعمليات مجانا لتوصيل الخدمة إلى الأماكن الأكثر احتياجا وغيرها ما يتعلق بخدم الثوي القدرات الخاصة من تقديم الدعم والمساندة لهم كما كانت له مشاركة لافتة في التعديلات الدستورية عام 2019 فقد نظم الكثير من الندوات لشرح مواد التعديلات الدستورية على مستوى محافظة الجيزة احنا النهاردة نتناقش الاختلاف مهوش أي مشكلة لكن الاختلاف على الوطن هو المشكلة الكثيرة الهمامي بالكثير من البيانات والتصريحات الصحفيات الجريئة والتي تناقش جميع القضايا على المستوى الداخلي والمستوى الدولي وما زال هشام الهمامي يتطلع إلى مستقبل أفضل ومشرق لأبناء الوطن بعد ما تعرفنا على السيرة الزاتية للمرشح عن الدائرة التاسعة أستاذ هشام الهمامي اسمح لي في بداية الحديث يا أستاذ هشام أن أنا أسألك اسم الهمامي ليه علاقة بالشيخ العرب همام؟ طبعاً اسم الهمامي طبعاً أنا مولود ومتربي في الجيزة وبين ضواحة الجيزة بس أنا ترجع جزوري العالية والتاريخية إلى محافظة أنا مركز ناجح حمادي سعيد مصر سعيد مصر يا كله طبعاً وأنا حفيد شيخ العرب همام طبعاً حقيقي فعلاً ده المسلسل اللي هو يعني مثله الفنان القدير آه طبعاً مين ما يعرفش السيرة الزاتية لشيخ العرب همامي أنا بحبها وبالمناسبة أنا ببريك له طبعاً بتعيين السيد الرئيس ليه في مجلس الشيوخ فليه كانت من الحاجات الكويسة يعني الفنان يحيى من الشخصيات الجميلة اللي لها فكر ولها رؤية زي الفنان محمد صبحي هو ثقافة هم ضروا واضي الثقافة المصرية فأنا النهاردة إحنا النهاردة هشام الهمامي آه مرشح عن الدائرة التسعب ومحافظة الجيزة اللي تضم 8 أقصام طبعاً الهارم وحدهي أكتوبر وإكتوبر وأول أكتوبر وثاني أكتوبر وثالث أكتوبر وأول زايد وثاني زايد والبحات البحرية وهي أكتوبر دائرة في الفردي على مستوى الجمهورية النهاردة إحنا شيخ العرب يعني تاريخنا وعادتنا وتقاليدنا ده كان سؤالي هيكل لحضرتك بما إنك حفيد شيخ العرب همان أكيد في جينات في دم حضرتك ورستها عنه اللي إحنا زي ما بنقول كده لما بنجي نقول لواحد يا عمد أنت شيخ عرب وتعرف في الوصول صح حضرتك تقدر تقولي الحاجات اللي بيتميز الوصول أو الحاجات اللي في الأخلاقيات اللي إنت ورستها طبعاً عن الجنوب لأن الجنوب بيتمتع بشوية خصال كده وصفات أعتقد مش بتبقى موجودة في أي حد والله إحنا شيخ العرب همام لما نيجي نقرأ في التاريخ بتاعه وندرس ونتعلم يبقى إحنا عندنا لازم يبقى عندنا المعلومة الموثقة أنه هو أول من أسسه إلى نظام جمهوري فهو شيخ العرب همام وده كان مصروض طبعاً في المسلسل بشكل كبير كان ملجأ للفقراء وكان طبعاً يتبع الأسس في الحكم مساعدة الناس شفنا التنمية في عهد بتاعه شفنا الكلام ده كله النهاردة إحنا كشباب والنهاردة كدولة عايزة تمثل الشباب في المناصب القضية إحنا النهاردة عندنا الطموح اللي إحنا نقدر إزاي نقدم المواطن البسيط النهاردة إحنا عندنا الطاقة اللي إحنا إزاي نقدر نقدم في كل المجالات عندك الخبرة وعندك الطاقة وعندك الإمكانية اللي إنت تقدر تقدم به النهاردة شامل همامي مش مرشح دايرة التسعة في محافظة الجيزة ولا مش مرشح مع حافظة الجيزة لا النهاردة أنا بعرض نفسي كمرشح شاب طالع من وسط الشباب تعبت واشتغلت على نفس كتير عشان أوصل للدرجة اللي أنا فيها الحمد لله عندي العديد من العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية والعلاقات السياسية من أول أسوان جنوب لحد مطروح فالنهاردة أنا عرض نفسي كشاب بيمثل شباب مصر يشتغل على نفسه عنده الإمكانية اللي هو يقدر يقدم أبناء الدائرة بتاعته ويقدر يقدم أبناء الجمهورية ككل مش يقدم الدائرة بتاعته لأن النهاردة هو النائب هو نائب عن الشعب كله مش نائب عن الدائرة بتاعته بس طب أستاذي شامل دائرة الهرم دائرة كبيرة وبالرغم أن هي بتحظى بالعديد وأنا تشرف أن أنا منها بتحظى بالعديد من الصفات ومن الحاجات الجمالية والأسرية والمنطقة السياحية بس مشاكلها كتيرة جدا مشاكلها كتيرة فهتعمل إيه حضرتك الفترة اللي جاية وقبل ما هتعمل إيه هل حضرتك ملم بكل الأقسام وكل الأماكن اتجمعت بالناس الدواء الدائرة نفسها فيها كام منطقة وكام حتة سؤال معرفش إذا كان يعني ده سؤال يعني هل حضرتك تعلم عدد كام نسمة موجودين في الدائرة اللي حضرتك مرشح عليها؟ وأكيد طبعا الدائرة التسعى دائرة كبيرة أنا ممكن يعني حضرتك مثلا بتسألين عن تعداد الدائرة وعدد الأسام بتاع الدائرة النهاردة إحنا ممكن نسأل ونطرح سؤال مع بعض كام مرشح في الدائرة التسعى بمحافظة جديدة؟ 50 تقريبا 50 تقريبا لو سألتي برضو أي أحد المرشحين هيقول لي 50 وده للأسف ما الصح لأن العدد الصحيح للمرشحين في دائرة الدائرة التسعى هم 48 مرشح أيوة أكيد في حد يا فنزم الناس الأوحى تسعى مرشح فيه اتنين انسحبوا طبعا بعد إعلان الهيئة الوطنية للأسماء والأرقام فانسحب رقم 30 ورقم 36 فأصبح عندنا 48 مرشح أنا حبيت أسأل لحفريكي النقطة ديت عشان إن كل الشارع معتقد إن إحنا 50 مرشح فأنا حبيت لنا أوضح نقطة ديت النقطة التانية لما نجي نتكلم عن الدائرة التسعى في محافظة الجيزة عايزين نقول إن الدائرة تضم 8 أقسام اسم الأهرام اسم حداي أكتوبر اسم أول أكتوبر اسم ثاني أكتوبر اسم ثالث أكتوبر اسم أول الشيخ زايد اسم ثاني الشيخ زايد الوحاة البحرية 8 أقسام هي الدائرة بتضمهم عدد الناخبين حوالي 919 ألف ناخب نشاء الله عندنا عدد لجان عدد لجان 260 لجنة يعني الكلام ده مش موجود في أي دائرة موجودة على مستوى الجمهورية اللي فيها اللي هي بتضم 8 أقسام عندنا اسم الهرام طبعا دائرة الهرام هي فيها الكتلة الأكبر حوالي مثلاً 506 ألف ناخب فيها 138 لجنة 138 لجنة تقريباً برضو حوالي 27 مكر برضو هنتكلم عن حدي أكتوبر حوالي برضو 20 نسمة أول أكتوبر برضو 100 و... 20 ألف نسمة 20 ألف نسمة عندنا أول أكتوبر برضو 103 ثاني أكتوبر 173 ثالث أكتوبر 20 نسمة زايد برضو الشيخ زايد برضو تقشلها في حوالي برضو 20 نسمة عندنا برضو زايد تاني 47 الوحاة 48 ألف نسمة الشاهد من الكلام إن الدائرة بتاعتنا دائرة كبيرة وعندنا مشاكل كبيرة سواء في الهرم مشاكل لها طبيعة خاصة عندنا في اكتوبر مشاكل لها طبيعة خاصة عندنا برضو الوحاة لها طبيعة خاصة لأن الدائرة بتاعتنا بتضم الحضر والبدو كنت لسه أقول لحضرتك كنت لسه أسأل حضرتك الشؤال ده الهرم عموما أو مربع حدايا الأهرام أو مربع الأهرام أو حدايا اكتوبر فهو واخد من مناطق ومناطق يعني فيه مناطق جميلة اللي هي المناطق الشعبية بتاعت أهلينة اللي هي تحت مثلا الدائري أو غيره وفيه مناطق اللي هي زي الكمباونز أو غيره أو المناطق الهدرية والعماء والعمائر أو الأبراج اللي طبعا موجودة إيه على الشوائع الرئيسية أي برنامج انتخابي للمرشح بيكون عنده عدة محاور هنتكلم في محاور وهنتكلم في الطبيعة لمواطنين الدائرة الانتخابية بتاعت حضرتك اللي هي الدائرة التاسعة دائرة الهرم بس بعد ما نشوف فيديو للبرنامج الانتخابي لحضرتك ونرجع تاني نشوف الفيديو ونرجع لكم مشاهدينا الكرام هشام محمود أحمد سليمان وشهرته هشام الهمام مرشح الشباب لعضوية مجلس النواب 2020 الدائرة التاسعة عن الهرم وأكتوفر والشيخ زيد والواحات البحرية رمز الجرار الزراعي رقم 49 ورجعنا لكم تاني بعد ما نشوفنا البرنامج الانتخابي لأستاذ هشام أستاذ هشام بالنسبة للمواطن العادي النائب هو النائب اللي بيقدم لي الخدمات اللي يقدر يقدم لي الخدمات بس النائب في مجلس النواب هم مهمته تشريعية ومراقبة إزاي حضرتك قادر توازن ده من كتر الأعداد واللقاءات اللي بتعملها مع عائلات إزاي قادر توازن ما بين تقديم الخدمات وما بين مهمتك الأساسية اللي هي التشريع للقوانين للشعب ككل زي ما حضرتك قلت مش دايرة واحدة هو صحيح يعني الدور الأول للنائب هو دور رقابي وتشريعي لكن احنا عندنا مشكلة اللي هي غياب المجالس المحلية لفترة طويلة من بعد من 2011 تقريبا فهو حطنا قدام ضرورة لازم يكون مجلس النواب القادم له دور خدمي دي الدورة الملحة النهاردة أنا كنائب دوري رقابي وتشريعي لكن غياب المجالس المحلية حقيقي لازم هيحط المجلس النواب القادم قدام الضرور الخدمي عندنا احنا مشاكل زي مشاكل المياه الشرب عندنا مشاكل في الصرف الصحي عندنا مشاكل في التعليم عندنا مشاكل في كل حاجة فالنهاردة نائب ما قدرش يتنصل من كل هذه المشاكل جهول أنا نائب تشريعي أو أنا نائب رقابي احنا عندنا مشاكل لما نجي نتكلم مثلا على مشكلة في التعليم زي الهرم هنلاقي أن أغلب دائرة الهرم فيها مدارس خاصة عندنا تكدس كبير في المدارس الحكومية دي مشكلة النهاردة مطروحة قدامي لازم أنا أتواصل وحلها مع المسؤولين مع الوزراء مع وزارة التعليم ده كل الدوري كتشريعي معنا على الهوى مجموعة من صور لقاءات حضرتك مع أهالي الدائرة بتسمع منهم علشان تقدر توصل هتعمل إيه تحت قبة البرلمان علشان تخلي الإنسان فيهم عايش حياة مستقرة وعايش حياة كريمة أنا كانت رسالتي واضحة لكل لقاءاتي مع أهالي الدائرة أهالي الدائرة والناخبين أن ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس النواب عشرين عشرين وضرورة نزولك إلى الصندوق لأنك أنت اللي هتختار من يمثلك تحت قبة البرلمان وأكدت على حتة المال السياسي وأكدت على الرشاو السياسية وقلت للناس البسيطة وعدت مع ناس في كل الأماكن وقلت له النهاردة أنت صوتك مش للبيع قلت له ما تبص تحت رجلك وتخلق وتبيع صوتك بـ 100 جنيه ولا 200 جنيه وتيجي بعد كده تعود خمس سنين تشتكي وتقول فين النواب فين دوره النواب النهاردة اللي بيشتري صوتك بتمن بخص أنت مش هتقدر تطلب منه خدمة ولا هتقدر تروح له وتتكلم معه ولا هتقدر تشوفه ولا هتقدر توصله فالنهاردة دور النخبير والمواطنين اللي هم ينزلهم ويدوا صوتهم للنائب اللي هو يبقى قريب ليهم متوسمين فيه خير مقتنعين بكلامه النائب اللي هو هيكون سند ليهم الدور الخدمي للنائب يعني فيه في الدائرة ناس كتير ممكن نكون ما سمعناش عنهم ولا شفناهم قبل كده دور حضرتك هل انت متواصل مع أهل دائرتك من فترة طويلة من قبل قرارة ترشحه أكيد أنا طبعا موجود في الشارع الجزاوي في دائرة الهرب في العمل العام والعمل العام والعمل الخدمي الحمد لله احنا كان لنا تاريخ خدمة تماما اشتغلنا في أطفية وفي أصطف وفي أمبابة وفي العجوزة على مستوى محافظة الجيزة ويعني النهاردة عندنا عندي برنامج وعند طموحات إن شاء الله يعني بعاهد نفسي أمام الله ودام الموطنين لأنا أقدر أكون سند ليهم وأقدر أكون عوني ليهم وإحنا عندنا التاريخ بتاعنا وأعملنا كل شباب الجيزة والشباب اللي تعرف الشام الهمامي عارفة كويس إن الشام الهمامي بيبقى موجود وسط الناس وبيبقى موجود وبيخدم الناس وعندنا الكلام ده أنا كنت أعمل بروتوكول تعاون مع المحهد الرمض طبعا لعلاج مراض الرمض على مستوى محافظة الجيزة وعلى مستوى الجمهورية عملنا كوافل طبية في كل مراكز وأسهام الجيزة كنا برضو عاملين شغل في مجال إخواتنا زو الأحتياجات الخاصة كنا دايما وقفين معاهم ونشتغل على الملف بتاعهم بشكل كويس وأنا كان عندي بتراح اللي احنا نعملوهم نقابة تبقى خاصة بيهم دي حاجة كويسة جدا موجودة في البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك إنشاء النقابة لزو الأحتياجات الخاصة دي حاجات اللي احنا كنا شغلين عليها للبطرة اللي فاتت كنا دايما بنبقى موجودين معاهم في اليوم العالمي للاعطفال بالمعاقب كنا بنعملهم مرس ونكون دا بنشتغل عليهم في مؤتمرات كنا عاملين مرضو مؤتمر قبل كده تبع المجلس الوطن للشباب باسم كلنا إنسان وكنا عاملين ورش عامل وجايبينهم لأن دول فئة موجودة في المجتمع واجب علينا طبعا لازم أهم حاجة الخمسة في المية تبقى حقيقي لأن كتير من كتير من زو الأحتياجات الخاصة بيقولك في كتير من الهيئات أو من الشركات بيقولون عدوا أنتوا بس متجوش ومتشتغلوش بس خدوا مرتبك وده بيكسر نفسه لأنه هو قادر على العمل طبعا النهاردة عندما نجي نبص للدستور والانتخابات النهاردة ممثلين في التمسل الإيجابي في القوائم فده حقهم واجب علينا اللي احنا نقف بجنبهم دايما هنتكلمك برضو في مشكلة من المشكلات اللي احنا ممكن تواجهنا مثلا في دايرة زي دايرة أكتوبر ممكن الناس تستغرب عنها وناس كثير ما تعرفها اشتمام لكن بحكم احتكاكنا مع الناس ومع الجمهور فاحنا بنعرف المشاكل من أهل المنطقة انا النهاردة بنتكلم مثلا على مستشفى عندنا مستشفى في اكتوبر هي مستشفى مركزي النهاردة احنا عايزين نحولها هي تبقى مستشفى عام دا دور النائب زي لنا قدر نحول المستشفى المركزي سواء ألف أو بين الى مستشفى عام عشان احنا عندنا مشكلة للأسف هناك لو حد عايز يعمل العملية مثلا في رجله مكسورة واللي عايز يغسل بيضطر يجي الهرم طبعا الهرم اقتصادي فيضطر اللي هو يروح مستشفى عام المصريين اه انت مش هتعرف المشاكل دي اي نائب اللي هو انا نازل وعلم البحث عن الدايرة اللي أنا عبرها شخصي موجود قسط الناس وعارف مشاكل الناس وعارف الدنيا فالنهاردة النائب قدوره اللي هو يحل المشكلة المشكلة اهل المنطقة هم اللي قدرى بيها النهاردة المطلوب في الناب اللي هو يبقى قريب من الناس المطلوب من الناب اللي هو يكون سند حقيقي للناس اللي هو يبقى وسطهم ويخدمهم زي ما هم عايزين النائب النهاردة ما يطلعش يتكلم ويقول شعارات ويقول شعارات رنانة مع عدد مكانية تحقيق على أرض الوقت وفي نفس الوقت هو أصلا مش موجود لو حد يحتاجه هو مش موجود على المسنجر طالب من طلاب مدينة دول وبيتكلمني بقول احنا عندنا طلبة محتاجين وفي مشكلة معهم في الجامعة فقلت طب تفضل قابلني في المكتب بتاعي وان شاء الله يعني مكتب يعني حضرتك بتوعد الناخبين ان انت مكتبك مفتوح لاستقبال الشكاوى والطلبات في اي وقت عين احنا هكون موجودين وسط الناس وهنكون دايما سند وعمل لكل محتاج اي حد يحتاجن في اي مشكلة احنا موجودين سواء ربنا 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 يوفعك يا فنزم وبشكرك وفي نهاية لقاءنا احب بس ان انت تقول لمشاهدين الكرام في الكاميرا حضرتك تدعوهم لان هما ينزلوا يسوتوا ويدوا صوتهم لحضرتك انا دعوتي لأهل دائرتي وشعب مصر العظيم الى ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات مجلس النواب عشرين عشرين انا اخوكم اول اكتوبر والهرم والزيد الوحاد رقمي تسعة واربعين ورمزي رمزي الجرار الزراع وان شاء الله نكون قد الكلمة وقد المسئولية وقد العهد وقد الوحيد بالتوفيق والنجاح يا فندم ان شاء الله ان شاء الله لنا اللقاء تاني بعد حضرتك متكسب بإذن الله في نهاية حلقتنا بشكركم مشاهدين الكرام ويارب تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم نستنونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صالون الأميرة تحياتي أميرة يحيى إلى اللقاء